هنطلع بقى نشوف ماذا قال دكتور سعد شلبي دكتور سعد شلبي بعد انتهاي الجمعية العمومية ماذا قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي وكلام هام جدا ومهم جدا لأعضاء الجمعية العمومية ولأعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي وبعد كده فاصل وبعد الفاصل حيكون معايا ضيوفنا في فقرة كواليس المونديال ولكن نطلع نشوف التقرير وفاصل وبعد الفاصل ديوفنا في كواليس المنديال كل الشكر كل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الاهلي في كل مكان عقب أعلان عدم اجتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للناد الاهلي يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للناد الاهلي نتكلم في كل التفاصيل الخاصة بهذه الجمعية دكتور سعد برحب حضرتك على شاشة قناة الناد الاهلي وعايز أخد كلمة الكابتن محمود الخطيف ومستهل كلامه قال مهم جدا نحن كلنا بنتجمع تحت عنوان عائلة الناد الاهلي آمن الممكن يكون فيه اختلافات لكن كلنا بنتجمع تحت مظلة واحدة هي كايا للناد الاهلي يمكن خليني أهني الأول كل أعضاء الجميع العمومية الموقرين اللي هي عائلات الاهلي الكبيرة بهذا اليوم الجميل اللي عاشنا فيه كلنا زي ما ذكر كابتن محمود تحت مظلة واحدة هي مظلة الناد الاهلي اللي بتجمعنا كلنا حتى لو كان عندنا بعض الوجهات النظر اللي عايزة تعزز من الإنجازات اللي بتحصل داخل جدران الناد الاهلي ده ما حدش يقدر ينكرها ويمكن ده كان واضح في التقرير اللي استلمته كل أعضاء الجمعية العمومية الموقرة النهاردة في تقرير خاص عن نشاط السنة المالية عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين واللي في الحقيقة كان بيحمل مجموعة من الإنجازات أهم هذه الإنجازات في الحقيقة هي قوة الأداء المالي للناد الاهلي لأن الأرقام هي التي تتحدث والأرقام هي التي لها مصداقية والأرقام هي التي يتم تحليلها واستخلاص النتائج منها كان ميزانية في الحقيقة تجاوزة 3 مليار 87 مليون جنيه ودي هي الميزانية الأدخم في تاريخ الناد الاهلي وهي الأدخم أيضا داخل أنديت القرى الأفريقية وده شيء يحسب لمجلس إدارتنا الموقر في الحقيقة بقيادة الكابتن محمود الخطيب مش بس عملنا ميزانية مالية ضخمة ولكن أيضا هذه الميزانية عكست أيضا فائد مالي أيضا كبير في ظل تحديات اقتصادية بتواجه كل دول العالم وبالتالي بتنعكس أيضا على الدولة المصرية اللي احنا بنفتخر بالانتماء إليها وأيضا على مؤسسة الأهلي كمؤسسة وطنية كبيرة في الحقيقة حققنا فائد قدره يمكن احنا أعلننا عنه من فترة لكن النهاردة كنا حارسين أن احنا نعرضه على جمعيتنا العمومية الموقرة هذا الفائد بلغ أكتر من 149 مليون جنيه وده أعتقد إنجاز أيضا تاريخي يحسب للجمعية العمومية قبل أن يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي لأن في الحقيقة الجمعية العمومية هي اللي كانت حريصة على اختيار هذا المجلس الموقر لأنها كانت لديها ثقة كبيرة في قدراته بما يضم من كفاءات في مختلف المجالات وأهمها طبعا الجانب المالي اللي انعكس في مزيتنا يمكن ده كان واضح وتخرير النهاردة احنا فخرين به جدا 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 وأعتقد إن بعض الأعضاء اللي احنا وقفنا معهم كانوا أيضا متفهمين هذا الإنجاز بقدر كبير وده بيعكس في الحقيقة أيضا وعي أعضاء الجمعية العمومية بالإنجاز يمكن زي ما حضرتك حضرت معانا من خلال قناتنا المؤقرة قناة النادي الأهلي سمعنا الممثل الجال إدارية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وكيل أول وزارة الشباب والريادة وهو بيعلن حجم جمعية العمومية للنادي الأهلي 184775 أعتقد إن دي جمعية عمومية ضخمة جمعية عمومية كبيرة جمعية عمومية عريقة كل مرة بتقدم نموذج فريد على الرغم من الحرس عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية على الحضور والتسجيل ليس اليوم فقط بل بالأمس أيضا كان لدينا حضور أيضا من الجمعية العمومية ولكن دم يكتمل النصاب القانوني لأن النظام الأساسي للنادي الأهلي بيأكد على مجموعة من المعايير وإحنا حرسين كنادي أهلي طول تاريخنا الكبير العريق ده إن إحنا نلتزم بدستور النادي الأهلي وهو النظام الأساسي النظام الأساسي بيقول إن في اليوم الأول 50% زائد واحد وبالتالي 50% من الـ 484 ألف أعتقد إنه هيبقى صعب جدا كان في اليوم الثاني النهاردة 10% من إجمال الـ 184 ألف أو 5000 أيهما أقل وفي الحقيقة أجمالي عدد الحضور كان 3972 وبالتالي أعلم ممثل الجهة الإدارية أن الجمعية لم تكتمل وبالتالي سوف يتولى مجلس إدارة النادي الأهلي مهام الجمعية العمومية على أن تحالي الميزانية للجهات الرقابية الممثلة في الجهاز المركزي المحاسبات وأيضا وزارة الرياضة للقيام بعملية التطقيق المالي على الرغم من إحنا عارفين إن دايما أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي فيها كثير من الخبرات والكفاءات أيضا اللي في كل مجالات التخصصات ومنها المجالات المحاسبية لكن أعتقد أن الجهات الرقابية أردن بتبقى حريصة أنها تقوم بعمليات تطقيق وإحنا بنبقى حرسين على ده إن شاء الله ده كان مش الإنجاز الوحيد كان فيه سلسلة من الإنجازات الأخرى وإن شاء الله إحنا حرسين إن إحنا كنا نحطها في تقرير العام المالي الحالي كابتن محمود الخطيب في كلامه تكلم على المصرفات والإرادات وقال إحنا خلال الفترة القادمة بدأنا التخطيط إن إحنا نعزز موارد للنادي أهلي ونزود إرادات النادي الأهلي لمواجهة كتير جدا من المصرفات فظل إن النادي الأهلي خلال جائحة كورونا كان واحد من أهم المؤسسات الرياضية اللي كان عنده التزامات سواء على الناحة الإنشائية أو على مستوى التزام في العقود مع اللاعبين أو مع كافة أفراد النشاط الرياضي يمكن خلينا ناخد ده يعني كان طبعا نتيجة الكابتن محمود الخطيب دائما بيبقى حريص على احترام مبادئ النادي الأهلي وقواعد وقيم النادي الأهلي ومن أهم هذه المبادئ هو النظام الأساسي للنادي الأهلي اللي بيأكد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لا يكون هناك أي نقاشات فعشان كده يمكن هو في كلمته البسيطة السريعة كان حريص إنه يبين إن فيه إنجازات حصلت ولكن هذه الإنجازات أيضا تحتاج إلى المزيد من الجهد ومن العمل لأن مصاريف النادي الأهلي ومصروفات النادي الأهلي هي أيضا مصروفات ضخمة على الرغم أننا عندنا ميزانية مالية كبيرة وعندنا مجلس إدارة في الحقيقة قدر يحقق طفارات مالية ضخمة جدا لكن خلينا نقول زي ما حضرتك تفضلت مشكورا في ظل جائحة كورونا توقفت الحياة تماما في كافة أنحاء العالم في خلال أربع سنوات كم منهم سنتين كورونا موسم 19 كورونا بدأت في نهاية عام 2019 على ما أعتقد وعام 2020 بالكامل كان هناك توقف كامل للنشاطات الاقتصادية لكن مجلس إدارتنا في الحقيقة قدر يحقق إنجاز فريد من نوعه إحنا في خلال أربع سنين من تاريخ الاستلام أرض التجمع الخامس فرع النادي الأهل الجديد في التجمع الخامس إحنا إعتبر لو خصمنا السنتين دول يعتبر الفرع تم إنشاؤه في سنتين وأعتقد إن ده إنجاز لم يحدث في تاريخ الأندية المصرية أن يتم إنشاء نادي بالكامل على 50 فدان مساحة 50 فدان وأن يتم إنشاؤه بهذه الجودة المتناهية اللي صار يعني في الحقيقة اللي نالت إعجاب كل من رأى الصور على الحقيقة أو كل من زارة أرض التجمع الخامس في الحقيقة كانت ما صار إعجاب وتقدير كبير جدا وهذا إنجاز أيضا يحسب لمجلس إدارتنا ويحجزها لأعضاء الجامعية العمومية اللي اختاروا هذا المجلس المؤقر في الحقيقة وده بيعكس مدى الوعي للجامعية العمومية وأيضا قدرتها على الاختيار من يستطيع أن يحقق طموحاتها وطموحات جماهيرنا اللي موجودة في كل مكان وطموحات الجماهير لما نيجي نتكلم فيها أيضا هنلاقي في جانب في الجامعية العمومية على الرغم أن هي صاحبة القرار الأعلى في النادي الأهلي لأن في قرارات بتتعلق بتحقيق طموحات الجماهير الجماهير الكبيرة اللي متمثلة في الإنجازات الرياضية الضخمة أيضا كان عندنا سلسلة من الإنجازات الرياضية لفريق الكرة القدم وكان أخيرها الحمد لله السوبر المصري اللي كان في دولة الإمارات اللي كان عن الموسم 2021 في الحقيقة عشان كده دايما نحن بنقول أن ده بينسب للمجلس في تاريخ 2021 كان عندنا أيضا إنجازات في كرة السلة كان عندنا إنجازات في كرة الطيرة كان عندنا إنجازات في كرة اليد السوبر الأفريقي لكرة اليد في الحقيقة ده أنا بس بدي بعض الأمثلة عشان يبقى فيه يعني التذكر من مشاهدنا الكرام وأيضا أعضاء جمعيتنا العمومية المؤقرة لكن على الرغم من إحنا عندنا أيضا أشار لها الكابتن محمود عندنا عقود رعاية رياضية تم توقعها ويمكن كان عندنا احتفال يوم الأربع الماضي وعندنا احتفال في الباكر أيضا ويا رب دايما يدير احتفالات النادي الأهلي المستمرة اللي بتاعك سرقي النادي الأهلي وبتاعك سرقي شركاء النادي الأهلي وقدرة النادي الأهلي على إنجاز متطلبات لعمليات التمويل الضخمة للنادي الأهلي لأن احنا عندنا استثمارات ماضية وعندنا استثمارات في المستقبل عندنا استثمارات في التجمع الخامس بلغت تجاوزة أو تجاوزة أكتر من 1.6 مليار جنيه مستمرين إن شاء الله في تنفيذ سلسلة من التطوير في البنية التحتية سواء كانت فيه فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد وأنا يمكن هذكر المشروعات القائمة في الشيخ زايد الآن إن شاء الله في القريب العاجل سوف يكون هناك افتتاح للملعبين الكبار بتوع كرة القدم أيضا هناك أماكن انتظار السهرات سوف يتم افتتاحهم مع الملعبين بالإضافة لعندنا مشروعات استراتيجية إن شاء الله في العام المالي القادم سيتم افتتاحها زي المبنى الاجتماعي أيضا في الشيخ زايد عندنا المسجد في الشيخ زايد عندنا حمام السباحة في الشيخ زايد على الجانب الآخر في مدينة ناصرة أيضا هناك زلسلة من المشروعات اللي تم الحصول على الموافقات ليها في مجلس إدارتنا المؤقر السلم الكهربائي ده موجود أيضا المدرجات الملاعب غراف قرع الملابس في الملاعب قطاع الناشئين ده كله إن شاء الله بيتم على أكمل وجه خلال العام المالي القادم إن شاء الله وده يمكن احنا حطناه في تصوراتنا للموازنة اللي جاية خلال السنة المالية عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين دكتور سعد دور مهم جدا طبعا للإدارة التنفيذية وزي ما حدثك وضحت هذا الأمر ويبت تقديم بعض الخدمات الليجستية لأعضاء النادي الأهلي ورقي أعضاء الجماع العمومية للنادي الأهلي كم تشكر مهم جدا للإدارة التنفيذية ولكل أفراد الجماع العمومية في النادي الأهلي يعني خلينا نقول إن الشكر الحقيقي في الحقيقة هو للجماعية العمومية المؤقرة جماعية العمومية المؤقرة هي اللي بتقدر تدي الصورة الحقيقية لعظمة النادي الأهلي وأيضا تفرد النادي الأهلي ما بين مختلف الأندية الرياضية يمكن حضراتكم كنت متابعين معنا على مدار اليومين قد إيه أعضاء الجمعية العمومية على الرغم من إحنا كنا في أيام في وسط الإسبوع لكن كان في حرص كبير من أعضاء جمعيتنا العمومية على أداء واجبهم تجاه النادي الأهلي وتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هم أيدوه واختروه وحطوه في موقع المسئولية تجاه تحقيق طموحات أعضاء هذه الجمعية العمومية الموقرة وأيضا جماهيرنا الكبيرة زي ما احنا شفنا النهاردة كان في توفير كل وسائل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية حتى تتمكنوا من هم يبقوا موجودين معنا في إطار عائلة الأهلي الكبيرة كان عندنا عربيات موجودة في كل مقارات النادي الأهلي سيارات حرصنا أنها تبقى موجودة بأعداد كافية سواء في مقار النادي الأهلي بمدينة نصر أو في الشيخ زايد كنا حرصين جدا على أن نقلل زمن الرحلة المستغرقة بحيث أن نزود عدد السيارات الموجودة ونقلل أيضا عدد الركاب في كل رحلة بحيث أن ما يقفوش وينتظروا كثيرا كنا حرصين أيضا على أن كبار السنة أيضا كل عربيات الداخلية الجولف كار اللي كانت موجودة عشان تنقل من البوابات لحد المقار الانتخابي الكراسي أيضا للأفراد الذين يعانون من بعض الإعاقات حتى نوفر لهم كل سبل الراحة أسليب الأعاشة كانت موجودة بشكل كامل جوه كل المقارات كان فيه أيضا الكتيب الخاص بتقرير مجلس الإدارة حتى يتمكن أعضاء جمعيتنا العمومية الموقارة أنهم يقروا كل الإنجازات التي تمت على مدار عام كامل في كل أنحاء النادي سواء كان في النشاط الرياضي سواء كان في كرة القدم الجوانب المالية الميزانية موجودة الخدمات أيضا موجودة الإعلام موجود سواء كان عملية التطوير في البنية التحتية أيضا موجودة في كل الفروع والمقارات لكن كمان خليني أنتهز الفرصة وأتوجه بالشكر الجزيل لكل الزملاء في الإدارة التنفيذية اللي كانوا أيضا قدموا صورة مشرفة في استقبال أعضاءنا الموقرين وتوفير كل سبل الراحة ليهم كل الإدارات بمختلف أشكالها وأطيافها حضراتكم كنتوا شايفين كان فيه سعادة بلغة منهم وهم بيخدموا أعضاء جمعيتنا العمومية لأن ده وجبنا تجاه جمعيتنا العمومية اللي احنا فخورين بيها حتى وإحنا لم يكتمل جدول العمال في الحقيقة كان أعضاء الجمعية العمومية بيتوجهوا أيضا بالشكر لمجلس الإدارة البعض كان لديه بعض الملاحظات اللي ادهانا مكتوبة وإحنا بالفعل حطناها في الجدول وتم منقشتها في مجلس الإدارة وإن شاء الله هي هتعمل لها برامج وخطة عمل على سبيل المثال السلم الكهربائي في مدينة ناصر كان جاي لنا ملاحظات من الجمعية العمومية احنا صدر عندنا قرار من مجلس الإدارة بالفعل بتكليف أحد الشركات الوطنية بتركيب سلم كهربائي اتنين سلم كهربائي في مدينة ناصر وده واحد من المقترحات اللي احنا يعني مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود كان حريص ان هو يلبيها بسرعة بلغة مجرد ما احنا عرفنا وده كان من أحد الوعود أيضا اللي تم الوعد بها في الانتخابات الماضية شكر كل الشكر والتقدير لهذه الجمعية اللي دايما بتقدم نموذج مشرف ما بين مختلف الأندية المصرية كل الأندية بتتحاكى بالجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي شكرا دكتور سعد بطوفيق دايما بإذن الله ومزيد من التطوير ومزيد من الأمور اللي احنا بنلمسة على أرض الواقع من مجلس قدرتنا ده شكرا ليكو شكرا لتقديرتكو للجمعية العمومية كلام مهم من الدكتور سعد شلبي المديري التنفيذي للنادي الأهلي كلام من القلب من أحد أفراد اللي عايز أقول المنتمين للنادي الأهلي اللي لامس نبض أعضاء الجمعية العمومية كلام مهم من الكابتن محمود الخطيب في تلبية طلبات أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ويوم في حب النادي الأهلي زمالي كابتن الخطيب يوم في الالتفاف حول كيان وبيت النادي الأهلي تاريخ مبادئ تطوير هو شعار النادي الأهلي النهاردة طبعا إجمالي من لم حق التصويت في الجامعة العمومية 184.775 اللي حضر كان من المفترض حضور 5000 عضو لمناقشة الميزانية في الجامعة العمومية ولكن العدد اللي حضر 3972 وبالتالي لم تكتمل الجامعية العمومية للنادي الأهلي ويعني ندر نول كل توفيق للنادي الأهلي في القادم بإذن الله ودور مهم جدا لكافة الإدارات داخل النادي الأهلي